هل تستري الكثير من المنتجات في موقع إيبي؟ إذن في هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم إيجاد منتجات بأسعار رخيصة الثمن في موقع إيبي يوجد عدة طرق لإيجاد منتجات بأسعار رخيصة الثمن الطريقة الأولى هي بواسطة فرز نتائج البحث أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع إيبي وسأتوجه لسطر البحث الموجود هنا وسأكتب اسم المنتج الذي أريد البحث عنه نفترض أنني سأكتب آيفون 5 وسأضغط على سيرتش سأضغط عليه وهنا سيتبين لي صفحة نتائج البحث ولكن يوجد هنا البند سورت من خلاله يمكننا فرز نتائج البحث ويوجد هنا الإمكانية برايس أند شيبينج لوست فرز من خلاله يمكننا فرز نتائج البحث وأن يري لنا صفحات المبيعات أو التجار الذين يبيعون هذا المنتج الآيفون 5 بأرخص سعر موجود سأضغط عليه سأنزل إلى تحت وهنا نرى يوجد آيفون في مزاد علني وحاليا المزاد العلني يوجد لديه أربع أرودات باثنان دولار ويمكن شراؤه الآن بخمس وسبعين دولار فهذه الطريقة الأولى التي يمكننا إيجاد منتجات بأسعار رخيصة وشراؤها أو الدخول والاشتراك في مزادات علنية الطريقة الثانية هي كتابة مصطلحات عامة في سطر البحث لنفترض سأضغط على اللوغو الخاص للإيبي هنا للرجوع للصفحة الرئيسية ماذا يعني مصطلحات عامة؟ يمكن كتابة بلاك أو سيلفر أو رينج أو أي مصطلح عام لمنتج أنا نفترض أنني سأكتب هنا رينج وأضغطه على سيرج سأضغط هنا سيرج وهنا يوجد كما نرى أكثر من 15 مليون نتيجة بحث سنستعمل مرة أخرى البند سورت ونضغط مرة أخرى على برايس أند شيبينج لوستفر سأضغط عليها وكما نرى يوجد مزادات علنية كما نرى بيد التي تبدأ بـ 0.01 أي أن هذا المنتج لا يصل إلى الواحد سنت تكلفته لا تصل للواحد سنت فهذه الطريقة ثانية يمكنكم إيجاد منتجات بأسعار رخيصة جدا الطريقة الثالثة هي إيجاد مزادات علنية الطجار لم يكتبوا اسم المنتج بشكل صحيح مما يؤدي إلى عدم انكشاف الصفحة للزبائن ويمكن الاستغلال ذلك والفوز بمزادات علنية بسهولة هذه الطريقة يمكنكم تجربتها عدة مرات فلنفترض إذا كتبت هنا سأخرج للصفحة الرئيسية سأرجع للصفحة الرئيسية عن طريق الضغط على اللوغو الخاص للإيبي ونفترض سأكتب آيفون في هذا الشكل وليس في الـ PH فقط F وأضغط على سيرتش وكما نرى يوجد في العنوين آيفون كما نرى هنا آيفون هنا آيفون كما نرى يوجد طجار الذين يكتبون الآيفون بشكل خاطئ فيمكننا استغلال ذلك ورؤية ما هي الأسعار الذي يعلنونها وشراء بأسعار رخيصة لأنهم لا يوجد الكثير من الانكشاف لهذه صفحات المبيعات لأنهم لم يكتبوا المصطلح بشكل صحيح فدائما عليكم تجربة اسم المنتج الذي تريدون شراءه وكتبته بشكل خاطئ وربما سيكون هناك نتائج باحث ربما لا هذا متعلق في المنتج وفي حظكم الطريقة الرابعة هي استخدام فرز نتائج البحث في المربع الموجود هنا ويوجد هنا الـ Price من خلاله يمكنكم تحديد سعر من إلى وهكذا يمكنكم أن إيبي يريد لكم المنتجات حسب السعر الذي تحددونه والذي تريدونه أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وللكل الأشخاص الذي واجهتهم مشكلة خلال تسوقهم في موقع إيبي أرجو كتابة المشكلة تحت الفيديو وسأحاول حل المشكلة بأسرع وقت ممكن أيضا لكل الأشخاص المعنية في بدء البيع في موقع إيبي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع إيبي كل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم في الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم الفيديوهات لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوس لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع إيبي وأمازون أتمنى لكم تصوق ممتع سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو